السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين حاليا انا موجود على محور بن زايد الشمالي مع مصار المونوريل ومنطية الابراج زي ما حالكم شايفين في الصورة التشجير والشجر بدأ يظهر وبدأ يكبر وده قدام حضرتكو كده محطة المونوريل قدام منطية الابراج زي ما حضرتكو عارفين فيه 3 محطات على محور بن زايد الشمالي واحدة قدام منطية الار بين الار وان والار تو وواحدة قدام منطية الار سري اللي هي دي قدام منطية الابراج والتالتة في نهاية منطية الابراج مع تقاطع الطريق الدائري الاقليمي هنتمشى كده على محور بن زايد الشمالي ونشوف اخر التطورات في المنطقة ونشوف الدنيا طبعا احنا بقلنا فترة منزلناش العاصمة فالحمد لله احنا النهاردة نزلنا يوم 27 يوليو يوم الخميس يعني التصوير ده بتاريخ 27 يوليو يوم الخميس 27 يوليو زي ما حقا شايفين الدنيا على الطبيعة فيه ناس طبعا شغالة هنا في المكان العمل على قدم وساق في المكان علشان ينجزوا المرحلة الاولى من منطية الابراج زي ما حقا عارفين ان منطية الابراج دي عشرين برج موجودين بيتوسطوا منطية النهر الاخضر محور بن زايد الشمال اللي احنا ماشينا عيه ومحور بن زايد الجنوبي في الاتجاه الاخر محور بن زايد الشمال اللي احنا ماشينا عيه فيه 3 أحياه سكنية حكومية هاي منطقة ال mulheres والR2 والR3 توسطهم منطقة MU23 منطقة محور الامل منطقة تجارية بين الحي السكن R2 والحي السكن R3 وفيه في ظاهرنا على طول منطقة MU7 اللي هي منطقة الابراج الخاصة اللي شغالين فيها القطاع الخاص وقدام حضرتكم زي ما حالكم شايفين دول العشرين برج خلاص بنسبة 95% او 90% العمل يعتبر منتهي هنا في المكان بالنسبة لمصار المونيريل زي ما حالكم شايفين برضو يعتبر خلاص العمل منتهي شغالين في المحطات بتاعة المونيريل اللي هي المحطة اللي قدام منطقة الابراج اللي احنا لسه مصوروها من شوية ده هاكم شايفين اعمال الاضاءة واللندسك يعني الدنيا بدأت تتغير طبعا كل ما بنزل هنا بنلاقي حاجة جديدة ومنظر جديد ودنيا تانية خالص حاولت ان انا انزل بالليل علشان اشوف الدنيا على الطبيعة والدنيا وصلت لحد فين كده فبسم الله وان شاء الله المكان كويس جدا والمكان جميل طبعا صورت في الحياة السكن آآ برضو المكان جميل جدا هناك يعطوه من اجمل الاحياء السكنية الموجودة في العاصمة الادارية الجديدة طبعا عندنا ست احياء سكنية حكومية من روان لحد ويعندنا منطقة المستثمرين والارسفن والار اي دي احياء خاصة بالقطاع الخاص كل ده مصر المونوريل الجامعة الالمانية في الاتجاه التاني على محور بن زايد الجنوبي هنحاول الفترة الجاية باذن الله ان احنا نرجع تاني نصور الار سيفن والار ايد طبعا الار ايد بقى اكتر من خمس شهور او ست شهور ما نزلناش هناك فباذن الله تعالى الفترة اللي جاية هننزل نصور فيها ده كده مكان المحطة اللي على الطريق الدائري الاقليمي هنا كده هتكون في المكان ده بالضبط بالتحديد احنا الحاليا موجودين في نهاية منطقة الابراج وده كده منطقة الطريق الدائري الاقليمي تقاطع الدائري الاقليمي مع محور بن زايد الشمالي لشان الناس اللي بفهمة لو انت جاي من القاهرة الجديدة او من منطقة بيت الوطن بتخش على محور بن زايد الشمالي اللي احنا ماشيين عليه ده او محور بن زايد الجنوبي محور بن زايد الشمالي لو انت ماشي عليه هتقابلك الحي السكني ار وان وار تو ار سري بعد كده بيجي الطريق الدائر الاقليمي اللي قدام حضراتكم اللي في الصورة ده ده كده الطريق الدائر الاقليمي اللي هو عليه الاعمدة المناورة دي وبعد منه على طول بيجي بقى منطقة فندق الماسا وكمبوند جوهارة العصابة دي منطقة الابراج من فوق كبري اه طريق الدائر الاقليمي ده هاكم شايفين في الصورة ده كده الطريق الدائري الاقليمي احنا من شاء الله مش هنطول في الفيديو بس عشان الناس ما تزهقش هيكون في فيديو سريع كده وباذن الله هنبدأ نستكمل جولاتنا في العاصمة لان احنا الفترة الاخيرة دي يعني اه ممكن يكون انشغلنا باكتر من حاجة فباذن الله الناس كتيرها كلمتنا بخصوص التصوير في الار سفن والار ايت والاحياء السكنية الناس عايزة تعرف اه طرح الاحياء السكنية ار وان والار سيكس اللي هي الاحياء الحكومية اللي خلصت هيتم طرحها امتى اه وهيكون الطرح ازاي والدين هتمشي ازاي فباذن الله نحاول نسأل اكتر من حد ونتطمن ونعرف الناس اي تفاصيل جديدة او اي حاجة جديدة باذن الله نحاول ان احنا نعرف الناس بها ده كده تقاطع المونوريل مع محور بنزايد الشمالي على ايدينا لشمال فندق المنور ده واخر الطريق هنا اه اول مدين هنقابله هيكون عليه منطية ده كده جوهرة العاصمة على اليمين وفندق الماسة على الشمال يعني احنا هنحاول ان احنا ما نطولش ونكمل ان شاء الله الباقي في فيديوهات تانية باذن الله تعالى الناس ما تنساش تعملها لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته